من أهم أسباب هجوشة العلاقات اللي كلنا حاسين ديه إن العلاقة بتكسر بسرعة وما بيبقاش العلاقة فيها نوع من أنواع التمسك بيها أو نوع من أنواع الحرس عليها شيء غريب شوية وهو ممكن ناخده من قوله تعالى ويلو المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخصبون حصل بقى مفهوم اسم ومفهوم التطفيف العطفي يعني إيه التطفيف العطفي؟ يعني إن الواحد يكون يحصل على كل مستحقاته من الناس إن محدش يجرح مشاعره محدش يجنبه محدش يزيه وهو في الحقيقة يتكلم زي ما هو عايز يزيه زي الناس ويكسر خواطرهم ولما يجي كلم يقوله أنا واضح أنا صريح هو ده التطفيف العطفي إن الإنسان يجرح الناس ويخلي الناس وقف على ضوافرها ويبتتكلم معاه ويبتتعامل معاه التطفيف العاطفي بيزيد قوي قوي مع الشخص ساعي إلى المثالية وهو دايماً بيكيل بمكيالين الإنسان مطفف عاطفياً اللي أسب يقع في الظلم وحدث النبي قال الظلم والظلمات يوم القيام الحل الوحيد عشان نخرج من التطفيف العاطفي نحن نبحث عن المشترك بيننا وبين الناس لازم نجد المشترك بيننا وبين الناس وهو دات اللي يخلينا نخلص من التطفيف العاطفي أمر الثاني أن احنا ببساطة خالص نتعامل بسهولة مع الناس ونتعاملش بحسسية لأن كل ما عملنا بسهولة وعدم حسسية كل ما دا كان يخرجنا من الظلم ويخرجنا كمان من التطفيف العاطفي